اشتركوا في القناة وشغلين احنا في مجال معالجة المية وبنوفر من كل مسلزمات محطة معالجة المية من معدات ومن موات التبادل الايوني ومن من بريين ومن كل الاصلاء احنا اول ما بدأنا بدأنا بتوكيل شركة روماند هاس اللي هي حاليا مملوكة للشركة داو واللي بتنتج موات التبادل الايوني اللي هو الرزن واشتغلنا واحنا طبقات شغلنا كاستوكر يعني احنا بنجيب منتجات ونخزنة عندنا ونشوف احتاجات المصانع ونلبي كل احتاجات المصانع والتجار اللي شغلين في مجال معالجة المية ووكلاء شركة كلاك وشركة امريكاني وبتنتج كل ما يلزم معالجة المية من هيب كنترول وفيزل واوساط ترشيح متخصصة لازالة الحديد والمانجنيز وتنقية معالجة المية بعد كده شغلنا مع شركة توركي اسمها انتك هي بتنتج كل ترمبات الحان واجهزة تتحكم في الكامورات اللي اسمها المعالجة تماما وبعد تعويم الجنيه احنا تجاهنا ان احنا نوجد اصناف بديلة للاوروبي والامريكاني بسعر منافس وبجودة عالية واتعاملنا مع شركة اسمها فروتيك ودي الشركة دي صيني وهي المصنعة لكل مسازمات محطات معالجة المية في الاونة الاخيرة اشتغلنا مع شركة لوسي روسي اسمها اكواليت والشركة دي متخصصة في انتاج الانسراسيت اللازم لتنقية معالجة المية احنا ناظرية عملنا ان احنا بنوفر كاستوكر بنوفر كل ما يلزم معالجة المية لتلبيط الطلبات العملاء والمصانع في التو واللحظة من غير اي معاناة فدي فكرة مبسطة عن الشركة وهنتناول في الفيديو ده الادرات المعانية واللي بيعملوه والدعم اللي بيقدموه لكل العملاء والمصانع فدي فكرة مبسطة عن الشركة ادارة التدريب والدعم الفني ودي الادارة المسؤولة عن اجراء التدريب بكل ما يتعلق بموضوعات معالجة المية اللي بتخدم منتجات موردينة وده بيتم لكافة المهندسين والفنيين الجدد والقدامة اعداد ورش العمل المتضمنة من جالات معالجة المية بناء على طلب العملاء والتنصيق معهم بنعد البديوهات التدريبية المختلفة لخدمة منتجاتنا بنشارك في اعداد المعارض واللقاءات المختلفة وبنقدم الدعم الفني كافة عملاءنا بما يختص منتجات موردينة اللي هي داودي بون وكيلاك وانتك وجيكوبي وهيدرو وده يتم من خلال الوب سايت والفيسبوك والخدمة التليفونية شرفت بانضمامي للشركة من عشر سنين سياستنا ولاحة مهندس محمد عامل من بداية الشركة تتلخص في ثلاث نوع توفير اكفئ منتجات افضل خدمات بقل الاسعار في ظل تطويري الشركة سنة 2018 تم عمل فرع جديد اطلق عليه ويدكو شب الفرع دوت مختص بكل تعملات شركات التريدينج والأوندئم وتوفير كل احتياجاته انا عن نفسي مشايفة فرع انا بشوفه شركة متكاملة بكل ادارات عندنا ادارة البروبوزل مسؤولة عن تقديم الدعم الفني والعروض الفنية وارسال شهادات المنشأ والنشرات الفنية للعملة عندنا ادارة المشتريات اللي بتوفر لنا كل المنتجات من السوق المحلي وتتحرف منتجات اللي بتشتريها الكفاءة والسعر المستيني عندنا ادارة الحسابات على قدر من الخبرة بتمكنهم من تسهيل التعاملات المالية للعملة في مقر الشركة عندنا كمان ادارة الصيانة على قدر عالي جدا من الخبرة والكفاءة بتأهلهم لحل كل المشكلات اللي بتقابل العميل في لا وقت سواء في مقر الشركة او ممكن في مقر العميل داخل مصر او خارج مصر بالاضافة لتمكنهم بصمتهم الواضحة جدا في تجميع وحدات الارقو ادارة المخازن يحسب لهم طبعا توفر الدائم للمنتجات في مقر الشركة او ارسالها لمقر العميل لو احتاج الامر مع الحفاظ على سلامة المنتج في النهاية هتكلم عن اهم ادارات الشركة هي ادارة المبيعات ويشهد لهم بالتزامهم بزياسة الشركة وتعاملهم المريد مع العملة في حيث ان العملية البيعية في مقر الشركة ما تتعداش الدقيق من دخول العميل للشركة بنفتخر طبعا ان احنا في اصعب الظروف المرض بيها البلد وقت التعويم قدرنا نحافظ على مكانتنا وتوافر منتجاتنا الاوروبية وثبات اسعارنا مش بس كده احنا دخلنا بداية جديدة للمنتجات من دول شرق اسيا باسعار تنافسية بنوعد عملائنا دايما بمزيد من التطور وتوافر اكثر للمنتجات وانتشار اوسع ودايما نكون عند حصن سنة احنا وكلاء لشركات عالمية متخصصة في مجال معالجة المياه وده اللي خلانا من اكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال بجمهورية مصر العربية واحنا بنقوم بدورنا بتغطية كافة انحاء جمهورية مصر العربية من مناطق صناعية وذلك عن طريق تقسمها العدد من المناطق كالقاهرة الكبرى التلتة اسكندرية والسواحل منطقة القنال بالاضافة ان شاء الله قريب هنغطي منطقة السعيد وده عن طريق فريق عمل مدرب على اعلى مستوى من مهندسين المباعات ومهندسين التسويق اختيار الافضل من المنتجات والمعدات على مستوى العالم وذلك للنهوض بالصناعة المصرية ليش شرف ان انا من مؤسسي شركة ودكو ومسؤول ايضا عن ادارة التحصيلات بالشركة وبالنسبة لاداريات الادارة اللي هي دور كبير جدا في التعامل مع جميع مؤسسات الدولة مثل ادارة التأمينات والجمارك والمرور والصحة الغذائية والشهر العقاري وجهات اخرى كثيرة والتعاون مع جميع الادارات لتسهيل اعمالهم اهداف الادارة التعامل مع العمل باحترافية وبدون اي مشاكل بالنسبة لادارة التحصيلات اهدافنا سرعة دورة رأس المال وارضاء العميل ودورنا في الادارة المالية هو التخطيط المالي وتنفيذ العمليات المالية والمحاسبية ومتابعة الفريق العمل ومتابعة الاداء واعداد التقارير المالية واعداد التقارير الختامية للشركة وهدفنا بكي بداه ان احنا نوصل للمعايير العالمية في الاداء المالي في الادارة المسؤولة عن صيانة وتركيب وتشغيل جميع رؤوس التحكم إنتاج شركة كلاك الأمريكية بجميع المأسات والطاقات الإنتاجية المختلفة لها الفلاتر الرملية والفلاتر الكربونية والفلاتر إزالة الحديد جميع المأسات والأحجام يدوئ أو أوتوماتيك كذلك الميسرات ووحدات نزع الأمداح وكل ما يخص منتجات شركة داو صيانة وتركيب وتشغيل محطات تحلية طاقات إنتاجية مختلفة وكذلك أعادة تأهلها وحدات الألطرة في التريشن وعادة تأهلها إنتاج شركة داو وأنظمة الحق من إنتاج شركة أنتك التركية حريصين على سرعة أعمال التركيبات والصيانة والالتزام بالجداول الزمنية وإيجاد حلول عملية للعملة لدينا طاقم عمل مهندسين وفنيين متميزين وعلى أعلى درجة من الكفاءة والخبرة حريصين على ظهور ويتكو بالصورة التي تستحكها وشكرا عندنا في شركة مغزنين مغزن موجود في مدينة الخنكة وده يقع في موقع استراتيجي لأنه بالقرب بين شبكة الطرق اللي بتربط محافظة الكاهرة محافظة الأليوبية ببقية المحافظات وده بيسهل علينا نقل البضاعة في وقت أسرع المغزن الخنكة مساحته 3,000 متر ساعته التخزينية 726.500 طن عندنا مغزن تاني في مدينة نسخ ده موجود في وسط الكاهرة لدينا سائكين مهرة لدينا عمالة مدربة على تحميل وتنزيل البضاعة في وقت قياسي وفي نفس الوقت بنحافظ على وقت العميل ونحافظ على حالة المغزون لدينا سيارات لنقل البضايع لكافة أنعاج جمهورية الإدارة دي مسؤولة عن دعم الشركة في تحقيق هدفها الاستراتيجية من خلال مجموعة مهام أهمها اختيار موظفين مؤهلين فنيا وسلوكيا تقييم أداء الموظفين سواء جدد أو قدام تحديد الاحتياجات التدريبية لكل إدارة وتدريب الموظفين الحفاظ على رضا الموظفين داخل الشركة وده من خلال المزايا اللي بتقدمها الشركة أهمها تأمينات الاجتماعية أجازة الموظفين الزي الموحدة اللي الشركة بتوفره لكل إدارة ملفات الموظفين العمرة السنوية إصابات العمل والتعويضات مكافئات نهاية الخدمة للناس اللي طرفت العمل أو طرفت معاش هدفي في الإدارة حفاظ على سير النظام داخل الشركة وده بيتم من خلال تطبيق لايحة الشركة الداخلية أو اللايحة لايحة الجزاءات المعتمدة من المكتب العام إجمالا هدفي إيجاد نقطة مشتركة بين إدارة العاملين بالشركة والاتجاهة للإستراتيجي العام باسم التسويق بشركة ويتكو مسؤول عن تقديم الشركة والتعرف بمنتجاتها وده بيتم عن طريق وسائل وطرق متعدد أهمهم في العصر الحالي هي السوشيال ماركتينج في وقت قصير جدا قدرنا أن نحنا نوصل بالصفحة بتاعتنا الخاصة بين على الفيسبوك لأكتر من 12 ألف متابع ومشترك لدينا قناة خاصة بين على اليوتيوب ومن خلالها بنقدر نقدم حلقات خاصة بين على المركز تدريب شركة ويتكو قدرنا أن نحنا نوصل ونعلى بالمشاهدة بتاعتنا حتى 53 ألف مشاهد تصويق المباشر فقدرنا أن نحنا نطور ونحدث الويب سايت الخاص بينا لتمكن عملائنا من الاطلاع على جميع منتجاتنا تم تحديث البروشور واستعراض كامل لمنتجاتنا وقمنا أيضا بالمشاركة بأكبر المعارضة المختصة بمجال معالجة المياه وحاليا بيتم التحضير لأكبر وأهم ووركشوب وده بيتم بالتعاون مع شركة ويتكو الهدف الأساسي من اللجنة دي أننا بيشتغل على منتجات أورادي موجودة لما بتجلنا شكاوى من العمل عن طريق السورفيز أو الكواليتي قاوز اللي بتتعمل بنبتدي ندرس الدفاكت اللي موجود في البرودكت ده وإزاي نحسن من الكواليتي بتاعته وإيه الإضافة أو التعديل اللي ممكن يكون محتاجها تاني حاجة بتختص بيها اللجنة دي هي أننا بنحاول نضيف منتجات مكادش موجودة قبل كده وبالتالي بنوسع البرودكت رينج ونحاول نغطي كافة منتجات معالجة المياه اللي ممكن يحتاجها أي عميل أو أي بروجيكت عن طريق السبلايرز بتاعنا ويتكو بدأت أنها كانت وكيل لشركة رومان هاست للريزن فقط بعد كده بقت وكيل لشركة رومان هاست للريزن وجاكوبي كربونز بتاعت الفحم النشط تاني أكبر شركة في تصنيع وتوزيع الأكتفيتة كربون على مستوى العالم كله دلوقتي في 2019 ويتكو بقت وكيل لأكتر من 8 شركات عالمية مختلفة زي كلاك وداو وأنتك وهايدرو وفروتك وأكوالات وأكوافيت كل الشركات دي بتساعدنا أننا نحاول نغطي أكبر قدر ممكن من منتجات معالجة المياه اللي ممكن يحتاجها الماركت المصري وإحنا كمان بنساعدهم يخدوا فرصة في اختراق الشرق الأوسط عن طريقنا وما يوزعوا منتجاتهم في مصر من خلالنا ويتكو مش هتوقف عند المرحلة دي أبدا ويتكو دايما بتحاول تدور عشان توصل لسابلايرز أكتر واتغطي برودكت رينجز أكبر وبالتالي أي حد بيفكر في أي منتج من منتجات معالجة المياه أول اختيار يجي فرصه هي واتكو حمد أحمد منصق بإدارة المشترات بشركة تكنولوجيا عن داست المياه ويتكو إدارة المشترات مسؤولة عن توفير احتياجات الشركة سواء كانت خدمات أو منتجات بالجوزة المطلوبة في اللوقت المناسب وكمية المحددة والسيار المناسب تعمل إدارة المشترات بالتنسيق مع إدارة المنبيعات على تلبية احتياجات العملاء في الوقت المناسب والمواصفات المطلوبة بقى على جودة سواء كانت محلية أو عالمية حيث تتعامل شركتنا مع كبار الموردين في العالم